موسيقى مساء الخير يا هل الكويت للأسف لم يتحرك الإعلام بشكل واضح لنصرة ومساعدة عيالنا الذين تم تفنيشهم قبل أريدو حيث كان من المفترض أن تكون هناك فزعة لكن الصمت كان رهيب وما سمعنا من الحكومة لا تصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع لكن الفعل الحقيقي كان من أهل الكويت عندما قاطعوا هذه الشركة وكان الرد الشعبي جيد جدا ولكن نحن نتكلم اليوم عن قضية كبيرة قضية تهم المواطنين هي قضية البطالة تعجز الحكومة عن حلها لأن القطاع الخاص يرفض تعيين الكويتيين وهناك مسؤولين في الشؤون يتقاعسون عن تطبيق القانون في نسبة العمالة الكويتية والحل أن يتم تكويت كل القطاعات الإدارية في الشركات الخاصة والقطاع الخاص بالتحديد ومن ثم نلغي كلمة الأولوية في التعيين الكويتيين ويجب أن يكون التعيين الكويتيين فقط ويجب أن يكون دور الشؤون في المراقبة وليس على الورق فقط عند ذلك سنرى أن المشكلة البطالة سوف تنتهي أتمنى من مجلس الأمة وعلى رأس المرزوق الغانم أن يتحرك تحركا سياسيا بالضغط على الحكومة لتشريع قانون وأن يشرع مجلس الأمة التعيين في القطاع الخاص وأن يكون كويتي عزيزا وكريما غصبا على أصحاب الشركات الكبرى التي تستفيد من خدمات الدولة ومناقصاتها دون أن تدفع دينارا أتمنى من وزيرة الشؤون أن تبادر بتعديد القانون قانون العمالة وتحرك مسؤولينها النائمين وتحاسب حتى نكسر أسوار أما الادعاء بأن هناك حملة قادمة للتفتيش على الشركات لإلزامها بتطبيق نسبة العمالة هذا دليل واضح على التقاعس والخيبة في وزارة الشؤون الفضيحة الكبرى أن الراتب الكويتي في القطاع الخاص أقل من الوافد يعني لو الوافد تعيين بكاليورس 500 دينار لكويتي 250 والسبب أن الكويتي يأخذ دعم العمالة هذا الموضوع مهم ويجب تحديد سقف للرواتب إن لم تكن هناك فزع لكل الكويتين الذين تم تفنيشهم الخيبة ستكبر إصحي يا شؤون إصحي يا مجلس الأمة وإصحي يا حكومة ترشق عود ادعو الله أن يحفظ الكويت ولا يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال أعزائي المشاهدين ورحمة الله